ادخل على الهوى لحضراتكم بلاحظات كنتم بتكلم عن الهوان دي بقول لها ان انا خدت بالي ان اليومين 3 اللي فاتوا كان في مجموعة تعليقات يعني محتوها ماشي في سكة انتوا بتتكلموا في ايه ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك على اي اساس مالزمالك مش هيشارك في هذا اللقاء طيب احنا لا نملك غير ان احنا نتكلم على اساس المفترض انه يحصل لكن لغاية لما يثبت العكس لغاية لما يتم الاعلان وبشكل رسمي من الجهات المعنية بما يثبت العكس او بما يفيد بمتغير ما في المعادلة دي هنتقل ونتكلم وده اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا احنا نكون منتكلم على ان المفترض ان ماتش الاهلي والزمالك هيكون هو اللقاء السوبر لكن اي حاجة غير كده لازم الطرف المعني هو اللي يعلن ده وبشكل رسمي فده اللي حصل تحديدا النهاردة بقى هنتكلم معكم طبقا للمستجدات هنقول لكم ايه اللي جاي اللي جاي طبعا يعني مبني على اللي حصل مبارح بشكل او باخر مبارح الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن بشكل رسمي ونهائي ان بيرامدس هيكون هو البديل للمنافس لمواجهة الاهلي وكمان حدد موعد سفر باعتة فريق بيرامدس الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي النهاردة ان شاء الله في الساعة السادسة مساء هيشارك بيرامدس في كأس السوبر المصري بصفة وصيف الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعد اعتذار الفريق المنافس عن عدم المشاركة في هذه البطولة واكيد هتكون مباراة الاهلي بطل كأس مصر وبيرامدس وصيف الدوري فرصة قوية وكبيرة للجماهير لمشاهدة مباراة قوية جدا خاصة يعني لو خدنا في الاعتبار ان الاهلي توج بلقب كأس مصر على حساب بيرامدس في بعد طبعا ما فاز عليه بنتيجة اثنين واحد فاكيد هتكون مباراة قوية جدا اكيد هنشوف من خلالها كرة قدم ممتعة بإذن الرحمن واكيد بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا بص النقطة انت اتكلمت فيها قصة ان البعض بيتكلم ان لو انتم بتقولوا ايه زمالك مش هيكون موجود كلام ده كلام انشى يعني وقتها ما كانش فيه قرار رسمي تاني احنا في اعلام لما بنيجي نتكلم في الاعلام ما بنيجي نتكلم ما بنيجي نتكلمش وفقا لأهواء شخصة او فئة ما بنيجي نتكلمش وفقا لرغبات بعض الاشخاص مش حاجة ما كده لما بتيجي تتكلم او بتقول خبر الخبر ده لازم يكون خبر موثق خبر رسمي طالع من الجهة الرسمية لغاية مبارح لما انا وكريم كنا مع حضراتكم على الهواء ما كانش فيه قرار رسمي صدر بذلك لكن في الايام او عفوا مش في الايام في الساعات اللي كانت لاحقها ليه البرنامج على مدار اليوم مبارح كان فيه بقى تجديدات وكان فيه مستجدات واللي حصل ان فعلا فيه قرار رسمي صدر من الزمالك وبفكرة هنا الرغبة في عدم المشاركة بقى في الانسحاب لكن طبعا امر في الاول وفي الاخر ليس افضل شيء ليست افضل صورة وعلى كل حال وفقا للقوانين زي ما كانت كريم كانت بيتكلم لما بيكون فيه انسحاب من طبعا احدى الفرق اللي هي الاساسية بيكون طبعا الوصيف اللي بيحل محله ده اللي حصل مع بيرميدز